خلينا اقول انه بلومبرجي اللي بتكلم قالت كلام زعلني البلومبرجي بتقول كلام تعرضت لتقريت النفسية بتقول انه الخريج المصري الخريج المصري واخد في جودة المهارة يعني واخدين 133 من 141 يعني الخريج المصري بتخرج من الجامعة مهارته المهارة بتاعته في ترتيب الخريجين في الدول 133 من 141 ده احنا متراجين اوي ما هو ده اللي احنا بنقوله محتاج تدريب عشان الحق اشتغل من الحق تدريب تحويلي وتدريب تأهيلي وتعليمي وإلى آخره لما يجي طرق شوق يقول لك انصالح التعليم يطلع الامهات واعملوا جروبات وعليشهم في الوزير يطلع خلز عبغفار يقول لك عايزين نطور الجامعات يطلع ناس تقول لك ايه الحق ده مش عارف ايه ما هو احنا المجتمع لازم يعرف مشاكل وفيد احنا مشكلتنا ان احنا مش مصدقين ان احنا ما بنشوفش افاكر فكرنا بفيلم المحمود عبدالعزيز الكتكات مش بصدق انه اعمى احنا مجتمع عنده مشكلة لا عنده مشاكل مجتمع فقير فقير الموارد موارد محدودة واحنا مش بصدقين ان احنا كده نقول التعليم وحش يقول لك نقول طور يقول احليبوه التعليم شجرة ذكر لا تنتج عشان كده الدولة والرئيس والناس قاعدوا الخبراء قالوا عايزين التعليم نصلحه نهد النظام القديم ما ينفعش نهده يبقى نرممه ونعمل جنبه نظام جديد اللي شغال فيه الدكتور طريق شوقي يطلع طريق شوقي الناس اللي بيدي دروس خصية يشتموه اولياء الامور يشتموه بتوع الكتب الخارجية يشتموه الجماعة المرتزقة المناهج واللي بيعملوا بيبيعوا الامتحانات يشتموه اللي بيصربوا الامتحانات يشتموه الجماعة اللي بيحبوا يطبعوا الكتب يشتموه الراجل عايز يغير المنظومة مش وفق بزاجه وفق خطة الدولة اللي جبناها من اعظم نظم التعليم في العالم عايزين نعمل نظام تعليم زي اللي موجود في المانيا وفي اليابان استنسخناه ومصرناه وجبناه والدولة كلفت الدكتور طريق شوقي يلا اشتغل الراجل يشتغل يلاقي كل دول محاصرينه ابطرة الدروس الخرصية ابطرة الكتب الخارجية اولياء الامور اللي عايزين اللي امتحانات يغشوها العيال الجماعة بتوع اللي بتبعوا كتب مش عايزين التابلت كله بيهاجم عملية تعليمية إصلاحية لا يقف وراءها أحد الوزير شغال بطوله والصحافة ضده والإعلام مش فاهم وفي ناس متخصين في العمليات التعليمية شغالين المستشارين عند مدارس وشغالين المستشارين عند جامعات بيشتموا في الوزير انا بقول للناس الموضوع انا بقول للمجتمع بقول للناس اذا كنا بجد احنا جدين نصلح المنتج بتاعنا في التعليم عشان يطلع الخريج بتاعنا بدال 133 من 141 عايزون يبقى رقم 10 ولا رقم 7 يبقى لازم نمشي كلنا وراء النظام الإصلاحي اللي الدولة قررته نظام التعليم هيتنفذ هيتنفذ انا بس بقول لكم المشاكلة واحد قاعد درابلو سجارتين وطلع يكتب مقال واحد درابلو سجارتين طلع يقول كلمتين على الفيسبوك واحد درابلو سجارتين مش فهم يا عم يا عم الحج اقرأ الاول يا عم الحج تجرب يا سيدي افهم افهم الاول يطلع يقول لك النظام التعليمي والعملية الفاشلة وتنافق يقول لك اه يا عم شخص مش فاشلة اصلا يا عم النظام consciousness هو اختزلته العملية التعليمية قوالاصلحها في consciousness يقول لك يا عم طريق شو اصلا المشكلة إنه بتكلم للإعلام فالمفروض يعني يبقى سياسة سياسة إيه؟ سياسة إيه؟ الرجل بيطلع يتكلم الخلاصة لا بيلف ولا بيدور تقوم بتطلع مجموعة من الستات واحنا تنصب نفسها تقول إيه؟ المسكة مش عارف الجروب بتاع المشرفات ولا الطالبات ولا الأمور ولا مش عارف إيه؟ يعملوا جروب يعودوا يشتموا وتناولوا حاجات وغيره أنا قابل ما أجد الوقت جاي من لي زميلي جاي من لي فيديو لأولاد بنات بيرقصوا ولا طلبة بيرقصوا في مدرسة على أغنية اسمها يا فريد اسمها يا فريد الأغنية بنت الجراء شاكوش ده اللي عامل المشكلة ده اللي هو مطرب مهرجانات ولا مطرب بشعب ولا مطرب غيره جايبين جايبين لفيديو من مدرسة أنا طبيعي بقى أعمل لي أروح جاب الفيل شوفوا المدارس المصرية فيها والحايا يا عام دكتورتها إيها؟ هو الدكتورت اللي صناعهم هو اللي ولدهم هو اللي خلفهم هو اللي رباهم دي ورث إحنا كلنا ورثيره كلنا مع بعض نصلحه كلنا مع بعض منعوتش بأن نقرف اللي بيشتغل في عيشته يعني خليني أنا أتكلم الموضوع اللي الرئيس النهاردة قاله والشغل اللي الرئيس النهاردة افتتحه والطموح اللي رئيس عايزي يوصله مين هيعمله؟ أبناء هذا الشعب أبناء هذا الوطن لو مش متعلمين مش هيعرفه طب إحنا عشان نبقوا متعلمين في نظام تعليم لا مش عايزين يا عم انت وصي اللي بيكتب على الفيسبوك ولا اللي بتكتب على الفيسبوك دي قاعدة كده قاعدة كده يعني شربت الشاي من الحليب وبتكتب بوست عشان قبل ما تنام تخلص دمرهم ربنا النظام الفاشل وترق شاوي ما عرفش يتكلمين ايه يا عم؟ يا ستي حضرتك يا ماما يا خلتي يا جماعة دي بلد يا جماعة دوطن اللي بقوله في التعليم يتقالع على الصحة يتقالع على كله انت بس قم بدورك في شغلك كويس اللي قاعد قبل ما ينام يعملوا بوستين 3 يشتم في الحكومة ولا يشتم في وزيره وغيره انت حضرك عاملت ايه في شغلك ايه اللي انت انتكته النهاردة النهاردة انتكت ايه ايه اللي ضفته لحياتك ايه اللي ضفته لعيالك ايه اللي ضفته لبلدك كل واحد يسأل نفسه كل واحد يسأل نفسه سؤال لازم موجهة النفس لتغيير الواقع ترجمة نانسي قنقر